طفيفة هنا في الساق ولكن سنتحدث إليها وتصف لنا ما الذي حدث لحظة الزلزال وكيف وجدت نفسها الآن بالشارع وماذا تنوي أن تفعل الحمد لله على السلام يا أمي أول شيء أنت إصابتك مش نايمة نايماني طرحها هيك فرشة الفرشة قادت قلت شو صار شو صار وقال الولدي يركض علي قضبني واني قعد نتلحنت الباب عند الباب البيت عند الباب نزلنا عدنا نزلنا مش صار ما بعرف نهدمت البناية لا ما فيها شيء لا طب إصابتك كيف هاي كيف صارت هاي تلايه أربعة تيامة نبوط برجلي أربوط رجلي وصابتني هلالعصبي أنا ما شفت هي ما بيقف راب عصبي من سبدي أرجو فيك من السكري ايوه أخذت علاج للسكري لرجلك المصار يعطوني بس شنو أقول لك عصبي هار هار شار العصب العصب خفتي من جراء الزلزال وعندك انهيار وقعت مرتين وقعت خلي على الله من الخوف من الخوف أنا من الشام وجيت لهون الحمد لله أنت الآن بالشارع أنت والعائلة كاملة ايش نوين تعملوا في الحياة يعني ايش ما بعرف ما بعرف شو دي يصير ما بعرف ما بعرف وين رح تروحوا بعدها يعني ما في ما حدا حكا لكم شيء ما في أي خطة لا احكي معك لا احكي اتحدث اليك لا قصدي عندي خوف من فكرة انه تكون تكوني تحت صقف بيت لا ولا خايفة كثير خايفة اخاف كثير خايفة ما ارجع بيهتنا الشيء ما بدك ترجع على بيت الحبال حبال الدنيا النهارة الحبال حبال تمطر خلي على الله من تريت مي خلي على الله الحمد الله الحمد الله على السلامة انت ايضا كنت يبدو انك ابنها للحجة ما اخذ بنتا متجوز بنتا كنت في لحظة الزلزال انا كنت في لحظة الزلزال ايش اللي صار اللي صار يعني بحدود الساعة اربعة للاربعة وسبع دقائق يعني بين النايم والصاحي كذا حسيت برجة خفيفة بعدين عم تقوى الهزة عم يقول للمرة فزي فزي زلزال زلزال قاعداني هون اول الجبل يعني عم يقول لجوز الصخور عم تقع علينا يعني من الجبل والدنيا برد ومطر ما بعرف كيف البيت يعني القزاة صار بيتكسر يعني ما نعرف كيف يعني الحمد لله يعني نحن ما قاعدين بطوابق قاعد دوري وفتحنا الباب شننا هالولاد وفتحنا الباب وطلعنا على الشارع وعربتو عربنا والحيطان هيك كل نحن واقفين عجنب والولاد بيصرخوا سقطت عليك بلوك وخزانات مية وما بعرف شو حديد عم يقع وكذا يعني طول دي أسألك سؤال تسع ثواني يعني عشر ثواني تسع ثواني ما قليل الأرض هيك تطلع فيك هيك وتنزل فيك هيك طيب أنا عارف المقدار الخوف والرعب طيب أنت الآن بالشارع يعني نحكي بأرياحية يعني أنت الآن يعني للأسف الشديد أنتم انتهى الأمر بأنكم بالشارع يعني إحنا من سوريا وطلعنا من الحرب من سوريا وجينا هون على أنطاكيا صلنا ثمان سنوات قاعدين بأنطاكيا هون يعني ومستكرين بيت يعني هون نحن بأنطاكيا وعم نشتغل والحمد لله مستورة يعني وراح كل شيء وراح كل شيء يعني نرجعنا على الصفر لعد فينا نضل يعني ما عرفش نضل بأنطاكيا وما فينا نرجع على سوريا كمان سوريا الوضع تعرف كمان زلزال وغير الزلزال يعني وبسوريا حرب يعني ظروف الحرب وغيره نعم نعم طيب يعني ما الرجعة ما ماملا أنا فاهم أنا أتفاهم جيدا لكن إيش خطتكم يعني هل عندكم خطة أنتوا رح تظلكم بالشارع مثلا إيش إيش حدا حكى معكم منظمات ما حدا حكى لا منظمات ولا دنيا ما في غير بيقولوا يعني صار فوق الزلزال حالة نفسية كمان كيف كيف كل يوم بيجوك واحد بيقول لك مثلا عشرين يوم بدك تخلو المخيم بيجو هون مثلا في باصات على مرسين مرسين ما في مخيمة ما في و بدك تقعد تستكريع حسابك عم يستغلوا الظروف بدك بيت 7000-8000 ليرة ما معنى نحن منتفحيك أجار بيوت مفهوم مفهوم طيب أنت عصايد شخصي أنت وأطفالك صار عندكم خوف من فكرة يعني أنا عندي سؤال يرودني أنه اللي كان حاضر بهذا الزلزال الآن خايف يرجع يسكن تحت سقف أي بيت في الحياة بينك خايف خايف أرجع أقعد تحت سقف يعني أنا هلأ أقعد يعني ما بارب منت الحال نفسي أحس الأرض عم ترج من تحتي سمعتها أكثر من مرة هاي الكلمة إي والله إي والله ما يعني عندي حالة نفسية ما عد في لي يعني أقعد تحت سقف بيت الخوف من شدة الخوف أو خوفها من تكرار الأمر من تكرار الأمر إي والله يعني ما خايف أرجع أقعد تحت بيت خوف على نفسي وخوف على الأطفال على الأولاد يعني يعني هلأك وعيين بيحكوا بفهمين أنا حسيت بالهزة قبل مرة نحنا ببيتنا إجا تهزة بدك تقول يعني شي ثانيتين ثلاث ثوان ما بعرفيك يعني قوة يومي تحكوها على الأخبار إنه إجا تهزة بأنطاكي قوتها أربعة أربعة فاصلة تسعة دنيا وأنا قاعد بالبيت حسيت فيها والمرأة حسيت فيها وطلعنا على الشارع وبعض الناس طلعوا بالشارع والعالم رجعت عبيوتها يعني إجا تهزة قوية ماشي حالة أولادك وعيين على اللي صار يعني الوعي عندهم مدركين إيش اللي صار خايفين عندهم خوف بقدر أحكي مع حدا من أطفالك كنت حبيبي أنت وقد لحظت الزلزال إيش حسيت حسيت الزلزال الأرض ترش فيني شو عملت مباشرة عملت في قدغري وطلعت لبرع الشارع هربت هربت طب أنت خايف يعني الفكرة بتفكر فيها خايف من موضوع الزلزال إيه كنت خايف بس لأنه كان الزلزال قوي وترجي الأرض فينا حبيبي الحمد لله على السلام روناك نعم يا عمال هذه معاناة عائلة سورية الآن تسكن الشارع يعني المنزل بات في الشارع العائلة كلها في حديقة عامة منتصف الشارع وطبعا هم يعني أسرى ذكريات وأسرى خوف حتى من التواجد تحت سقف أي بيت عمال ربما خوفا من الزلزال نعم روناك يعني وردني سؤال عندما كنت تتحدث مع الحاجة وحمد لله على سلامتها وسلامة العائلة هل هناك فرق طبية تمر عليهم بين الفينة والأخرى للتأكد من حالة المصابين خاصة لكبار السن الذين يصعب الحركة عليهم وكل ما يتواجد هنا لا يملك وسيلة نقل إلى المشافي القريبة أنا سأسأل الحاجة نفسها هذا السؤال نعم حاجة بدي أسألك أنت في حدا طبيب شافك أجل طبيب ولا لا أجل طبيب شافني الطبيب حط لي لزيك يعني فيه طبيب بلف اثنين ثلاثة يقولون مي مي في فجرة المي طلعت أنا خمنا البحر تجرى لنا خمنا البحر شاني جوز بنتي شاني شيل خلي يا الله كمان رعبة لك رعبة أقول لك داك في دا مشي معنا قادرة ما أنا قادرة أمشي ان شاء الله نشاء الله إن شاء الله بيز... بس قصدي ان في طبيب بييجي بشوفك موضوع wow إن شاء الله هذه المشكلة بحل قريبا إن شاء الله ما فيه أي خوف إن شاء الله ولا تخافي الأمور إن شاء الله ستكون على ما يرى شكرا رونك يعني يبدو أن نعم هناك أطباء سأبحث طبعا عن هذه المنظمات التي تتواجد هنا لمعرفة من بالضبط المنظمات التي أو الأطباء المتواجدين ويزور هؤلاء النازحين وسط الشارع وحتى في أي مكان آخر نعم شكرا جزيلا لك حتى الآن عمار وسنكون معك لاحقا لمتابعة ما يجري من حولك من هاتي حتى اللحظة مفادة الحدث عمار الهندي شكرا جزيلا لك